مرحبا كيف حالكم أيها الأعزاء؟ كم حيوانا رسمنا حتى الآن؟ نعم صحيح لقد رسمنا ستة أنواع هل كان هذا ممتعا؟ اليوم هو الجزء الأخير من حكايتنا للأسف ولكن هل ستستمعون لها حتى النهاية؟ إذن هل ننطلق في حكايتنا مباشرة؟ الحوت أخذ الأصدقاء وصعدوا معا لأعلى مرة أخرى وعندها ظهرت جزيرة جميلة تحرك الأصدقاء معا نحو الجزيرة وقالت الزرافة لقد كنت أكره أني لا يمكنني أن أرى أمامي ولكني أصبحت جيدة الآن لأني معكم وقال القرد أنا أيضا كرهت أن قدمي تؤلمني ولكني الآن جيد حتى مع هذا وقال الأسد وأنا أيضا كنت قد كرهت عدم قدرتي على الجري ولكني الآن لا أجد مشكلة في السير ببطء وقال البغبغاء وأنا كنت حازينا لعدم قدرتي على الطيران ولكن إذا كنت معكم فلا مشكلة ألا أطير اليوم سنرسم الجزيرة نرسمها هكذا بشكل متعرج خفيفاً ترجمة نانسي قدرتي على الجزيرة وبجوار الجزيرة نرسم موجات المياه هنا كله مياه سنلوين الجزيرة سيكون من الجيد التلوين بلون آخر سنلوين الجزيرة 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 سنلوين الجزيرة